على هامش زيارتها لبرلين عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جلسة مباحثات مؤسعة مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابك وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات للتعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار وعلى هامش اللقاء وقعت وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد الألماني أعلان نوايا مشترك في مجال تدريب مدير الأعمال التنفيذيين في مصر وذلك بالإضافة إلى توقيع تجديد مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية ونظيره الألماني ومن جانبها أكدت نيفينجامع إنشاء مجموعة عمل مصرية ألمانية لتقييم نتائج تنفيذ البرنامج وتقديم مقترحات لتحسين كفاءة إجراءة التدريب لمدير الأعمال التنفيذيين